السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الجديد نتكلم عن المنتخب الوطني المغربي دائما لائحة اللي عيطل الكوتش دينا وليد الرقرق الباريحة الجمعة 26 مايه مختلفة شيئا مع اللائحة اللي كان ندع لها في مارس عشرة دي العناصر بالضبط اللي كانوا معنا في اللائحة مارس غابوا على هذه اللائحة هذه لسبابين او اخر عشرة دي العناصر اللي كانوا معنا في اللائحة اللي فات دي المارس ولاش ما كان يشي معنا دابا كل واحد والسبب كل واحد والسبب دياله عشرة دياله عشرة دياله عشرة دياله وراء اسم لان الكوتش دياله دائما صائب في الاختيارة دياله صراحة دياله ان هذه هي اللائحة الرابعة التي ندع لها الكوتش دياله بعد لائحة شوتنبر ونوينبر ومارس وهذه اللائحة دياله ودائما يصيب عم بداوبة حارس المرمى اللي و احمد ريدات تاقنوتي عنده 26 سنة حارس مرمى الويداد البيضاوي هذا موصف طف تربص من المنتخب الوطني المغربي في مارس اللي فات للاسف قصة مرمى اللي حرمته حاليا بقنا 27 جميل ونعجب أصلا من الملاعب لمع الويداد البيضاوي لمع المنتخب باتاتا احمد ريدات تاقنوتي ولكن في الويداد البيضاوي صراحة يوسف موطع اهتم صراحة لاعب حارس كبير يوسف موطع يعني 28 عبد المنسب ونهد عليه المنتخب الوطني المغربي قلب الدفاع اللي هو شادي رياض 19 سنة لاعب بارسلونا الرادي طبعا حتى قنوتي ملعبش كانت المنادات على التربص ليفات وملعبش كدلك شادي رياض كانت المنادات على التربص ليفات ولكن ملعبش هو قلب الدفاع والتعجب بها بزاف شادي رياض بسبب انه باش معي طلوش هيتواجه مع المنتخب الأولمبي في كأس إفريقيا التربص دي المنتخب الأولمبي يونيو يعني كأس إفريقيا تنضم في الرباط اللي عزبدا في 24 يونيو وتنضم 8 يونيو والتنجر هي عطيت الله 27 سنة هذا على حسب البطولة خاصة عصبة الأبطال اللي كانت تنايام 14 يونيو 11 يونيو والتربص المنتخب عبد 8 يونيو ولكن لاعب البطولة لا ينادي على الحرس ولكن الحرس يبقى في الأدية لا يحتاجه أما يحيط له خلاه مع فارق الويدار البيضاوي باش تكتامل البطولة أيوب العمراوي 18 سنة لاعب نيس الفرنسي في حال يعطيت له ضاهر ايصر هذا بيدوري ضاهر ايصر وأيوب العمراوي خلاه مع المنتخب الأولمبي باش يلعبوا كأس إفريقيا للأمام واللاعبين يدعمون منتخب الأولمبي دعم كبير لقدروا يوصلهم كأس الألعب الأولمبياء اللي عطيته في فرنسا وأيوب العمراوي كان يظن ممكن يظن مكان الأساسي لأنه كان يلعبش يلعق أسم زيانه مع نيس وخمقرش يتنادع له بنيامين بوشواري بنيامين بوشواري 21 سنة تيتين الفرنسي كذلك كان يطلق في حال العمراوي في حال هذا ولكن لم يكن لعبه لم يكن لعبه بنيامين بوشواري كان يطلق ولمتخب الأولمبي يحتاج لعبه لتصفية الألعب الأولمبي المؤهلة لكأس إفريقيا المؤهلة الأولمبية يحتاج لده إذن طبيعة الحال أدى ويلعب مع المنتخب الأولمبي ياشين قيسطة لعب له برأة الفرنسي ياشين قيسطة لأسف تصعب والإصابة التي حرمته أنه يتواجد مع المنتخب الوطني المغربي ياشين قيسطة كان عيت له الكوتش دينا وليد الرجاجي لا تلعبه ولكن الإصابة حرمت ياشين قيسطة ويشد التواجد مع المنتخب الوطني المغربي للاسف حرمته أنه يتواجد مع المنتخب الوطني المغربي ياشين قيسطة ما تتواجد مع المنتخب الوطني المغربي بيلال خنوس 19 سنة جربة كبيرة مع المنتخب الوطني الآن راكمها لأنه كأس العالم والمقابلات الودية لاعب البطولة البرجيكية لاعب كبير صراحة تلعب ثلاث وآخر ثلاث مقابلات مع المنتخب الوطني كأساسي الآن غاب بسبب يتواجد مع المنتخب الأولى بدوره في الألعاب الأولى البية التي تنظم في فرنسا في سنة 2024 إذا اللاعب طبعا تلعب كبير بدين الخنوس باللاعب القبار صراحة عز الدين أونحي عز الدين أونحي لعب أولى مارسيليا الفرنسي كان تواجد معنا في اللائحة مارسولي لأسف تصاب معنا ومثم هو غائب وعنده إصابة نهاية الموسم عز الدين أونحي 23 سنة باللاعب المؤثر داخل المنظومة المغربية وداخل المنتخب الوطني المغربي الغيابه لا محل لأنه يترق بزاف الفراغات في المنتخب الوطني المغربي صراحة عز الدين أونحي من اللاعب الموهوب داخل المنظومة المغربية عبد الصمد الزلزولي 21 سنة لعب أوساسون الإسباني وهو معار فقط من برشا لونة إسبانية أرجمتهم مارششترونيتين لبركوز الألماني كان للمسافة الأولى عدم تواجده فقط لسبب واحد وهو تواجده مع المنتخب الأولمبي كذلك في تصفيات الألعاب الأولمبي في كأس إفريقي عفوا للمؤهلة للألعاب الأولمبي شيء جميل جدا صراحة شيء مبهر إبراهيم صلاح متواجد مع المنتخب الوطني المغربي لكي يساعده كذلك لكي يتواجد في الألعاب الأولمبية المنظمة في فرنسا وكذلك كان العفرين الفرنسي بالمناسبة كان في واحد الوقت قريب يتعاقل مع الدفاع الحسني الجديد ولكن كان للأسف ما أتوافقه وكل واحد ممكن على دروف مالية ما عرفش صراحة ما يدوره المهم إبراهيم صلاح من خيرة اللاعبين ممكن يقدم الجديد للمنتخب الوطني مستقبل أنه اللاعب باقي إن شاء الله عنده 21 عام الآن التاحق بزملاء المدرج بعصر الشرعي يعطيهم واحد نفس آخر يعطيهم واحد طاقة أخرى المنتخب الوطني ليس واحد مقابلت ليهم أكبر صراحة من هذه اللاعبين التي تتحقوا به الآن خاصة خنوص وزلزل لعبين جريبة كبيرة مع المنتخب الوطني أن يعطيهم واحد جريبة كبيرة من هذا المنتخب الوطني لكي يأخذ تصفيص واحد لحباس كبير يجعلهم أن يتأهلوا الألعاب الأولمبية المنظمة بدولة فرنسا ترجمة نانسي قنقر